صباح الخير مشاهدينا معكم شاربي الكرام مهندس ذكر حنكون عم نقدم فكرات tips to do not to do كل شي ريليتد للانتيريور ديزاين لنساعدكم كيف تعرفو زبطوا بيتكن كيف تعرفو تعتو ميزان فالور لأرياز معينة بالبيت واليوم حنكون عم نحكي عن الار ديكو إبوك يلي هي درجة كتير وانطبعت بالألف تسعمية وعشرين وثلاثين شو مميزاتها؟ شو الألوان المعتمدة؟ كيف فينا نعتمدها بقلب بيوتنا ان كان بالسالون بالليفينج روم بالباتروم؟ هلأ منبليش نشوف أول شي من المميزات طبعها الار ديكو كتير بيتميزوا بالسيلينج لايت أو بإذا بنا نقولها الاتريات اللي هني بيجوا كتير كريستال كتير جولد لبرونز حتى الماتيريال هولي بيعتمدوا الألوان اللي بتعتمد بالار ديكو إبوك يلي هي كتير منلاقي اليالو، البلو، البينك يلي هني عادة كتير ما منلاقيهم فاميلير ببيوتنا بس بيدرجوا بهيد الإبوك وحتى عم نشوف نحن السنة من الترانس طبع الالفان وثلاثة عشرين درجة كتير هول الألوان إذا منشوف كمان الجيوماتريك شيب هي كتير من طبعة الار ديكو بإبوك بهيدا الموضوع الجيوماتريك شيب كتير مميزين عندون وكتير يعتمدوا كيف فينا نعتمد طيب هيدا للسيل نحنا بقلب قوت النوم؟ بقلب قوت النوم فيه كون دهرة التاخت عنا معتمد معمول بجيوماتريك شيب فيه كون الكوفر اللي نحنا منقينه ببرنتس معينة اللي هني بتكون ريليتد لهيدا الإبوك مش ضروري لأنه الإبوك الأرديكو كانوا مميزين بالبلو واليالو والأورنج والفلاشي كالرز إذا بدنا نقول نحنا عم نحول بيوتنا هيك أبدا فينا إذا نحنا نحنا نستعمل معتمدين قوت النوم أو الليفينجروم عنا كتير براون وسنت كالرز وحبينا هيدا الستيل نحطه سيزنل فينا نعتمد الكوسنات نجيبهم بجيومتريك شيب سماعيا الكورتنز فينا نحطهم بهيدا الطريقة الكوفر اللي متل ما حكينا بالباسروم فينا يكونوا المناشي في الأكسيسوريز هولي تيبس كتير صغيرة عن الأرديكو سيجمانت وإن شاء الله تكونوا حبيتهم نرجع من التقى بفكرة تانية موسيقى موسيقى